قال تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَاشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ أَنْ يَبْتَغُونَ وَجْهُهُ بِصَلَاتِهِمْ وَتَسْبِيحِهِمْ قال سعد بن أبي أقباص رضي الله عنه فيه نزلت هذه الآية أنا وابن مسعود ورجل من هزيل وبلال ورجلان لست أسميهما ففي ستة من الصحابة سعد بن أبي أقباص ابن مسعود بلال رجل من هزيل رجلان نسيهما أو كاد لا يسميهما سعد بن أبي أقباص ستة نزلت فيهم الآية كان هؤلاء فقراء لم يكونوا كعتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة ومي بن خلف وابن سفيان بن حارب وكان عندهم أموال كثيرة الكفرة وأولئا كانوا فقراء فجاء الفقراء إلى رسول الله وقالوا يا محمد اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا كيف نجلس مع صاليك فقراء اطردهم لأننا نفكر في الإيمان اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا لا يجترئون علينا حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بما شاء الله أن تحدثه فهم أن يمين إلى قول المشركين لكن نزلت الآية حاسمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين قال آخرون من العلم في نفس المعنى قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرض وعموما فأل الكفر كانوا يطالبون الأنبياء بطرد الفقراء عنهم قال قوم نوح لنوح عليه السلام أن أؤمن لك واتبعك الأرزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين حسمها نوح عليه السلام وما أنا بطارد المؤمنين هنا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ويا صلاة الصبح أو الصباح والعشي صلاة العصر على رأي الكثيرين يريدون وجهه يبتغون بعمليهم وجه الله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء قال بعض المحسرين كالطبري المراد الرزق لست أنت الذي ترزقهم وتسألهم عن الرزق أين ذهب ولا هم الذين يرزقونك ويسألونك عن الرزق أين ذهب فالطبري يذهب إلى أنه الرزق إلى أنه الرزق وقال آخرون بما هو أعم والأعم أصح ما عليك من حسابهم من شيء لست بمحاسب لهم على أعمالهم إنما يحاسبهم الله عليها حسنات سيئات أرزاق يرزقهم يعافيهم ويسألهم عن ذلك وهم ليسوا بمسؤولين عن حسابك ليسوا بمسؤولين عن حسابك وعن رزقك هذا الأظهر وهو الذي اختاره أكثر المفسرين التعميم أما اقتصار الطبري رحمه الله في الآية على الرزق ما من حسابك عليهم من شيء ما من حسابك ما عليك من حسابهم من شيء في الأرزاق وما من حسابهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ليسوا بمسؤولين عن رزقك ولست بمسؤول عن رزقهم فتفسير وإن كان صحيحا لكنه دون الأولى الأوسع ليس عليك من حسابهم أعمالهم التي عملوها من أعمال صليحة أو سيئة لست بمحاسب لهم وليس بمحاسبين لك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين إن تردتهم ستكون ظالما يا رسول الله وحاشاك حاشا رسول الله أن يكون ظالما فإذا تردتم يا أهل الإيمان تردتم الفقراء والمساكين وأبعدتموهم تتحملون إثم طردهم قد يأتيك طالب علم فقير تؤثر الطالب الغني عليه لا تفعل لا تفعل لا تفعل إن الله عاتب رسوله فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها أما من استغنى فأنت له تصدى ما عليك ألا يتذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا ليس هذا التصرف الأرشد قال تعالى فتطردهم فتكون من الظالمين ترجمة نانسي قنقر